انتقلنا من مديرية كتاف إلى محافظة الجوف تحديدا نحن الآن على تخوم برط العنان وهي آخر مديرية في محافظة الجوف لم تتحرر المعركة هنا معركة قنص ومعركة تبادل الهجمات كر وفر الميليشيات تتمترس بالمدنيين بشكل واضح وتستهدف المدنيين في داخل المديرية إذا أحدثوا أي نشاط غريب عن المعتاد المديرية هي حاضنة للشرعية يتقدم صفوف الجنود الشرعية القادمين إلى هذه المديرية أبناء المديرية أنفسهم الحالة هنا أن أبناء المديرية يريدون استعادة مديريتهم وهم من قبائل ادهم العريقة أيضا أنجزنا اليوم أنا والزميل جمال بهيج تقرير يوضح معركة القنص التي تحدث بين الميليشيات والشرعية في تخوم مركز مديرية كتاب في صعدة الشمالي حيث أن الأزاءة الجنوبية اليوم تم السيطرة عليها ناريا والزحف مستمر لاستكمال جميع المديرية المديرية الأكبر في محافظة صعدة مديرية صحراوية يوجد فيها بعض التلال والمرتفعات الجبلية مما يصعب عملية السيطرة عليها لأن هناك مساحات شاسعة قبل الوصول إلى الهدف المطلوب وهو الجبال التي تسيطر عليها ميليشيات الانقلابية من الناحية العسكرية الميليشيات لديها النقاط الحاكمة المرتفعة لذلك عملية إخراجها عملية ليست بالسهلة لو لا تدخل طائرات الأباتسية التي دخلت على خط المواجهة وهذا دليل آخر أن الميليشيات ليست لديها الآن في هذه المنطقة ما يردع طائرات الأباتسية لذا تقوم طائرات الأباتسية بمهمات دفاعية قتالية وتوفير غطاء جوي لجنود المنطقة العسكرية السادسة الذين يزحفون نحو برط العنان ونحو الحشوة بتكتيك واحد حشوة في صعدة يجاورها برط العنان في الجوف والمديريتان الآن يتم تطويقهم بجنود المنطقة العسكرية السادسة نعم طيب هل من مزيد من التفاصيل حول جبهات أخرى في اليمن تطورات أخرى على جبهات أخرى نعم لنبدأ من مران المخبأ المحتمل لزعيم التمرد المعارك هنا هو تثبيت والحفاظ على المكتسبات التي حققها ألوية العروبة ولواقوات خاصة ومن كافة الإرهاب بالشرعية يتم الآن الحفاظ على تلك المكتسبات المهمة بالسيطرة على جبال شاهقة الارتفاع في السلسلة الأكثر تعقيدا ما يصعب معركة مران أن الجبال شاهقة الارتفاع ولديها غطاء نباتي كثيف مما يجعل عمليا تمترس الميليشيات بتضاريس الجبال وبأشجارها عملية صعبة أيضا السلاح الجول التابع للتحالف هو من يقوم بعملية أشبه ما تقوم بمشرط الجراح وذلك باستهداف الثكانات ومخازن الأسلحة أما في رازح فالعملية الجبال هي التي عند الشرعية الميليشيات هم الذين في الوادي في مثلث الموت كما يطلق عليه باقم مجز قطابر الانتصارات مستمرة وتقدم مستمر ولكن بإيقاع بطي في مديرية الصفراء وهذه مديرية مهمة وفيها نقعة وهي حاضنة فكرية الميليشيات الانقلابية يقوم لواء الكواسر ولواء حرب واحد بعمل كماشة حول نقعة الاستراتيجية نقعة الاستراتيجية هي أولى هي المكان اللي انطلقت منه حركة الحوثيين عندما كانوا يطلقوا على نفسهم الشباب المؤمن في كتاف التقت جبهته في كتاف آخر مديرية في صعدة التحمت مع الجوف والآن هناك عمليات تطويق وإحكام السيطرة على الزاء الشمالية من المركز بعد أن دخلت جيش بالقناصين إلى الأحياء الجنوبية نعم